تحفظ الوقت في السن الصغير ده كذا أسلوب طريقة 4-2-3-1-4-3-3 مهم جدا بالضبطة كابتا احنا كنا كذا مرة مع كابتن أسامة كنا احنا بنلعب بطريقة 4-2-3-1 فجلنا لما بنجي نعمل الزيادة العادية على مطش المحلة ده غيرنا الطريقة من 4-2-3-1 لـ 4-4-2 طريقة ابنة 2 فاردة كانتاحة ومحمد أشرف وبعد كذا اشتغلنا على الجنبين ياسين عاطف وكان الشيخ ربنا قرمنا احنا طبعا كابتو سامة بيحفظ الطريقة انا بتكلم عشان درجة الاولى لما ولد بيتحفظ كذا طريقة وكذا أسلوب لما يطلع الدرجة وانا ليش الصعوبة يوم هو خلاص تعود في النشيين دي حقيقة كابتو سامة احنا بنقبل يعني احنا بنشتغل اكتر من مرة في التمرين على كذا طريقة 4-2-3-1-4-4-4-2-3-4-4-3 لما يكون مثلا انت عارف مهزم الفرق اللي بتلعب قدام النادي الالي بلعب الزهور نصف ملعب وما فيش ناحية وجومية فساعاته كان الكابتن يقوم من لعبين تلاتة وراء والحمد لله الاولاد كلهم مستجبين يعني الطريقة دي او الطريقة دي او الطريقة دي والحمد لله ربنا الشغل التخصص المهم في المرحلة السنية الصغيرة دي اوه كابتن دي حقيقة كابتن سامة كان عاطول اللي هو كان بيشغل مع نصف ملعب والفرو ده وتاخل انت با شغل ديفينس وتساعات كان بيجيب لي يعني الاربع اللي وراء المساكين والاتنين البكات ويجي مثلا محمد رأفة وعاطف لو ايه هالشغل في نصف ملعب احنا كابتن سامة ماشاء الله السنة دي احنا اقوى خط تدفاع يعني احنا في البطولة اوه 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 خط تدفاع وتاني اوه خط تدفاع اوه 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 خط تهجوم بعد ام اه فالحمد لله احصيات كويسة جدا طبعا احنا اول خط تدفاع عندنا يد يد الحارس يد تامر حاجة يعني حاجة ماشاء الله بعد كذا ما انت تفضلت وكابتن اسامة يد متحت على محمد الساد على زاد وائل على البكين كريم معامر وكريم معيد لا حاجة محترمة جدا ان شاء الله كابتن في رأة بتاعتنا في رأتنا 2007 لا في ناس تطلع الله ان شاء الله في المستوى لا ان شاء الله بإذن الله كابتن لا في ناس كتير تطلع في رأول يكونوا مبشرين بالخير مع في رأول ان شاء الله بإذن الله تمام كابتن اسامة لما جات اصابة تاحة جات فوات صعب